يواصل وفد جمعية الشارقة الخيرية تنفيذ خططه الخيرية في السودان وهذه المرة بمتابعة المشاريع التي يتم تنفيذها على أرض الواقع التي تختص بالتعليم والصحة وغيرها وتأتي هذه المساعدات من قبل المحسنين ومتبرعي برنامج الريح المرسلة عبر إذاعة الشارقة أحمد العربي والتفاصيل أياد الشارقة البيضاء تصافح أهل السودان بعدد من المشاريع التنموية في مناطق مختلفة مشاريع تأتي ضمن توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة المحتاجين في كافة دول العالم حيث تفقد وفد جمعية الشارقة الخيرية عددا من مشروعات متبرعي برنامج الريح المرسلة والخيرين مشروعات اهتمت بتغطية احتياجات الناس صحية كانت أو تعليمية قام الفريق الوفد اليوم بتفاقد مدينة الفتح التي تبعد عن خرطوم حوالي 50 كيلو طبعا مدينة كبيرة للنازحين الذين كانوا في الخرطوم وعدتهم حوالي ما قارب فوق 70 ألف نسمة فيها عدة قطاعات وهذه القطاعات محتاجة إلى بعض المشاريع كالمساكن محتاجة إلى مراكز صحية محتاجة إلى مدارس محتاجة إلى بعض المساجد والحمد لله قامت الجمعية بتنفيذ حوالي وضع حجر الأساس لسبع ثهر منزل للفقراء المحتاجين وكذلك مسجدين بالإضافة إلى مركز صحي تغيب عن هذه المنطقة أغلب الخدمات الأساسية ويسكن بدلا عنها الفقر فضيق ذات اليد منع حنان من بناء منزل أبنائها الثلاثة والذي هدبته أمطار فصل خريف وينتظر معظم المحتاجين هنا اكتمال مشروعات الجمعية من مستوصف طبية ومساجد تساعد كثيرا في سد فجوة الاحتياجات أي شيء في المركز بخصة المركز نحن محتاجين له وبرضو يعني بلدنا دين أقصى خدمات كثيرة والله الحمد لله وشكر الله ربنا منع علينا بهذه الجمعية بعد أن نهار بيوتنا تماما بالأمطار والحمد لله ربنا عوضنا الحمد لله كنا منصلي في المسجد بتعزينك والحمد لله كنا منصلي وحسي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق هذا الجمعية ويبني لنا مسجد كبير وسمحه نجي نصله على إن شاء الله نعبد الله جبادة لله تبارك وتعالى إن شاء الله وتعتبر المناطق التي تستهدفها الجمعية بمشاريعها من أكثر المناطق حوجة لاحتوائها على عدد كبير من النازحين وأصحاب الحاجة بسالة حب من الإمارة الباسمة الشارقة وصلت إلى السودان وصلت وهي تحمل معها عددا من المشروعات المهمة التي قابلها هؤلاء الناس بالود والإحترام أحمد العربي لأخبار الدار الخرطوم